اهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام بحلقة قديدة من برنامج سيرة وذكريات اليوم ذكرياتنا مليانة بالأحداث والمواقف والتقارب الفريدة ضيفت حلقة اليوم من الشخصيات النسائية المخضرمة مخزونها الثقافي مليان بالتقارب المتنوعة آمنت بموهبتها وتحدت كل العراقيل اللي كانت توقف أمامها وتمنعها من تحقيق ذاتها امرأة متعددة المواهب أثبتت وجودها في مختلف الظروف اللي واقهتها البلد من الثمانينات والسبعينات إلى الآن شغلت الكثير من المناصب اللي لها علاقة بالمرأة ومكافحة الفساد والثقافة والسياسة بالإضافة إلى إعداد وتقديم البرامج كاتبة عملت على ترقمة كثير من المشاريع وتنسيق كثير من الأعمال الإعلامية مؤخرا شغلت منصب عضو مجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للمرأة وعضو اللقنة الوطنية للمرأة بكالوريوس عذاب إنجليزي مواليد 1952 عدن يسعدني ويشرفني أن ضيفة حلقة اليوم تكون معنا الأستاذة نور بعباد أهلا وسهلا بك أستاذة نور أهلا وسهلا شكرا جزيلا الله يحفظك نورتينا وشرفتينا في سيرة وذكرية بأتي كمان الله يعطيك ألف عافية أستاذة نور حياتك ما شاء الله مليانة بالإنجازات هذه المرأة المثابرة المكافحة اللي ما دخلتش مكان إلا وحطت بصمتها على الملأ كيف ساعد أنك حوافي عدن وخصوصا حوافي كريتر في الوصول إلى ما وصلت إليه شكرا جزيلا على هذه الإحاطة والمعلومات طبعا حوافي عدن كانت حوافي متنوعة بالناس يعني التنوع السكاني فيها من كل من سميها اليوم في المحافظات أيضا الأعراق والثقافة الأخرى يعني شوارعنا كانت هذا مثلا نحن على سبيل المثال البيت الحضرمي البيت التهامي الهندي الصومالي حتى الصنعاني التهامي الضالعي التعزي كل التنوع موجود وأيضا كنا في بيئة نحب القراءة فأنا جاءت من هذه البيئة كانت أسرتي قدي لأمي نحب القراءة وكنا نذهب أسبوعيا وحسب وصول المقلات والقرائدة المصرية نذهب ناخدها وخاصة قلة المصور روز اليوسف الأخبار صباح الخير ميكي سمير كل هذه تخيلة كنا كلها نقرأها وكنا نقرأها بنهم وشغف وأيضا كان حسن حظي وحسن قيل والأهل في ذلك الفترة كانت فيه مكتبة اسمها مكتبة ليك في عدن ومن ثم اسمها مكتبة مصوط فتعلمنا منها القراءة الكثيرة وخاصة في الإيجازات وتعلمنا أيضا كيف نحافظ على الكتاب كيف نعيد الكتاب كنا نستعير ولكن كنا نعيد على عكس ما يحصل الآن في المكتبات عندنا يأخذ الكتاب يأخذ الصفحات اللي يأخذها ويعيد الكتاب والصفحات المأخوذة فأنا أقيت من هذه البيئة وأيضا صادف أنه في تلك الفترة كان فيه شيء مهم جدا أنه الشباب والشابات عندما يكون في مرحلة التانوية كانت المرافق الحكومية تستقطبنا للعمل واستقطبنا للعمل نذهب نتعلم كيف نحرر الأوراق كيف نسجل كيف كذا فهذه كانت تعطينا خبرات كبيرة جدا وطبعا استقطبني بالحقيقة مجال العمل ولكن توظفت ولكن بقى عندي هاجز كيف أن أكمل الثانوية العامة فأكملت الثانوية العامة وصادف في فترة السبعينة كان حينها أنه كان القو الزخم الثوي قوي جدا في عدن وكانت فيه فرصة لإنعقاد المؤتمر العام الأول للمرأة اليمنية ودهبنا نساء من مختلف المحافظات إلى سيئون عاصمة جز من حضر موت وعقدنا المؤتمر العام الأول للمرأة وكنا كلنا نساء شابات شغوفات أيضا مسأثرات بثقافة المجتمع العاربي والعالمي في مقود المرأة في مختلف المقالات وتحملنا يعني أنا ورعيل من الأخوات في اتحاد نساء اليمن في إدارة العمل النسائي في اتحاد نساء اليمن وما كنا نسميه حينها لقنا التنفيذية للتحاد نساء اليمن ومجلس المركزي من عمو المحافظات وكانت تقربة غنية جدا وصادف أيضا أنه في عام 75 كان العام العالمي للمرأة وكان هذا شيء مهم جدا أنه كيف نحن نقوم بشيء بعمل فكان الهام لنا أننا نؤسس معسكرات المرأة معسكرات المرأة هذه عبارة عن سكن داخل البنات الشابات وفي النهار يتعلمنا حسب يعني يرفع من مستوىهم التعليمي وأيضا ذهبنا إلى مرافق العمل والإنتاج للتعلم على الحرب في المصانع وحسب ما أتذكرنا أحدهن كانت تشتغل في مقالة طيران وما زالت فشيء مهم جدا أنه قسرنا حاجز النمط التقليدي للمرأة فقط كاتبة ولا إدارية ولا مدرسة لا دخلوا في الأعمال المهنية القوية ومش فقط في عدن في عدن ولاحق وحضرموت وأبيان كانت فيها تقربة كويسة جدا وطبعا شيء مهم جدا ما زالت أتذكر أنه كانت لنا رعاية كبيرة جدا من قبل تنظيم القفاة القومية ومن قبل حينها الحزب الاشتراكي اليمني وبشخص الرئيس سلم ربيع عليه رحمة الله عليه كان هو معتني بنا ومعتني بهذه التقارب وكان يحضر معنا ولدرجة أنه أيضا كان مهتم عن تصوري حتى أنه عندما تأخرنا في إحدى الإجتماعات في المعسكرات هذه الإشراف ومنقشة بعض المشاكل وكذا فكان يحرص على أنه يوصلنا إلى بيوتنا وبهذه الفرصة رحمة الله عليه وأتوقف بالشكر والتقدير أيضا إلى أختنا العزيزة العميد الركن علي صالح عمر هي شخصية وطنية وهي من سا أبيان كانت تدير أحد هذه المعسكرات المهنية وكانت تقربة رائدة وقميرة جدا وربما أطلت تأفيلتنا بس انتقلتي بسرعة ونحن نشتي يعني بنرجع وننتقل للمحطات هذه بشكل مفصل أكثر والدتك رحمة الله عليها توفت وانت صغيرة انتقلتي للعيش في بيت القد عمر بلقون أيها أكيد ما زالت في مواقف وفي أحداث عالقة في ذاكرة الأستاذ نور بهذاك البيت اللي احتضنها واحتضن خالاتها وكثير من مثيلاتها من بنات الأخت كلمينو شوية عن نظام الأسرة هناك نظام علشكم ايش الأشياء اللي مميزة ولسه تذكريها للآن نظام الأسرة يعني نظام اجتماعي ودي تتوزع فيها المهام الأسرية في ترتيب وتنظيف البيت في توفير الاحتياجات من السوق الحرص على التعليم كان قدي رحمة الله عليها بمستوى ثقافي راقي فما زلت أتذكر مستوى قدي في كتابة اللغة العربية والإنجليزية وما زلت أشعر أنه لم أستطع أن أصل في مستوى كتابتي إلى مستوى سلامة اللغة العربية والإنجليزية يعني عندي قدي وكان قدي شقين حنها يجب أن نقرأ كان نظامي في الصحو الصباح نظامي حتى في نوعية الأدوات التي تقدم له في الأكل كنا نحرص على مثل هذا النظام أنه يجب أن نحافظ على أشياء مثل هذه النوعيات كان نظامي حتى في القراءة عندما يقرأ المقلة كان يضعها برقي ونظام حتى أن نحن أيضا نتعود على أن نحرص لا نرمي المقلات هكذا وكننا أيضا يحرص أن نحافظ على هذه الكتاب الأشياء لدرجات أنه كان يحرص على أنه المطبوعة الدار الهلالة المصرية كان يحرص على أنه يطلب من نحن ما نعبت فيها ويقلدها التقليد القديم الذي كان بالقلد فكان عندنا ما يسمى في عدن الخرسان يحبار عن دولاب توضع فيها الكتب فكان هذه الأشياء كان يحرص على أنه كيف نحطها بعد أن يقوم بإرسالها للتقليد يكتب عليها أسماءها وترقيمها فكنا من هذا القيل الذي نحرص على مثل هذه الأشياء فأيضا العلاقات العلاقات الاجتماعية كان يرسلنا مثلا لبعض القضايا نحن ننفع يعني يرسلنا القضايا معينة نروح لبيت فلان أو للمكتب مثلا الشخص الفلاني فكنا نستبيل من هذه الأشياء بعفوية ولكن كان هو من نوع الحريص أنه يعني يعمل نحية تربوية فكان بهذا الشكل وأيضا كانت خالاتي وكان الأسرة وأيضا لا أنسى الأشياء لأن أثنين من أخوالي هم كانوا من عبرات العاملين في مقال الإداءة والتلفزيون الخالي الأكبر محمد عمر بلقون هو مقيم في هولندا وهو رجل كبير الآن في السر ربنا يعطيه الصحة والعافية وخالي الثاني هو الشهيد عبد الرحمن بلقون وكان مديع وكان مدير التلفزيون ويعتبر أحد ضحايا 13 ينار رسال الله الرحمة عليه ونحن أيضا عشنا صراعات من هذه تألمنا كثيرا وخسرت البلد حينها كثير من الكفاءات بهذه الصراعات ونأمل أن نتقاوزها حتى في الوقت الحاضر أستاذ نور درستي في ثانوية الطويلة لك علاقة مع حفظ القاضي حفظ حسين الشعب كل هذه الأماكن ترددتي عليها فترة من الزمن وأكيد كان لذكريات في بالك إيش أهم الأشياء اللي ممكن تشاركين فيها؟ والله أنا أشتد ذكرا كثير هذه المناطق كلها فيها من زميلاتي فيها من الأهل فيها من الأشياء التقليدية التي مثلا تشتهر فيها مثلا في بعض المناطق بتلان تبيع بعض المأكولات في بعض المناطق الأيس كريم القبيز الباقية في حاجات حلوة نحب نحن نروح إلى هناك أيضا بعض الصديقات بعض المناسبات فكثير من الأشياء تربط نحن بالطويلة بحفظ حسين بالرزميت أيضا بالمعلة بالتواهفة كل هذه المناطق كنا نفرح في الدهب إليها أيضا قز منها الميدان مثلا المدرسة الافتدائية التي درسنا درس فيها وكانت ممكن مدرستين ثلاثة في حينها في بداية الستينات وحاقت زي كذا وأيضا المدرس الثانوية التي كانت تربطها الطبيعي لكن قبلها كانت فيه كلية البنات في خور مكسر درس جزء منها ومن ثم يعني توقفت حينها الدراسة يعني كان فترة الاستقلال ومقارعة الإنجليز وكنا يعني ونحن شابات أيضا نتدخل في هذا الموضوع ونقب في الباصات ونشتمل قنود الإنجليز في النقاط في خور مكسر فكانت ذكرياتنا طيبة حتى الآن كان بكم شقاوة يعني شقاوة وأيضا البيئة مؤثرة صحي وعني يعني يعني إلى الآن أنا عندما أذهب إلى عدن أحن إلى زيارة هذه الأماكن طبعا فيه متغيرات كثيرة وفيه عمران عمار كبير جدا حصل ولكن لم يتم الحفاظ على التراث عدن مدينة تاريخية قديمة العمار اللي حصل لم يراعي الحفاظ على القوانب التاريخية البناء التقليدي في مباني قديمة أيضا صراعة الحروب الأخيرة دمرت بعض الأماكن ولم يتم الحفاظ عليها المشكلة أنه أيضا القهات الحكومية لم تهتم يعني بالقانب التراثي بحيث أنه يتم الحفاظ وحتى أنه الشخص عندما يعود يعني سواء نحن الذي نعود إلى كريتر وحوا فيها أو الذي يأتون من الخارج فعني حب هذا يعني أنه يكون فيه اهتمام بهذا القانب وحتى أنه الواحد يشعر بالذكريات القميلة ومناطق شعب العدروس وزيارات أيضا زيارات كانت كثيرة في عدن كنا نخرب من زيارة وهي زيارات لأولياء الله الصالحين ولكن تكون فيها قوانب اجتماعية تقمعات بيع الحلويات العاب الرياضية الرقوزة والكركوز فكانت فيه أشياء كثيرة ويلعدروس وكانت احتفالات قميلة جدا نعم القميل حضورها قميل أستاذ نور كل منطقة أو كل محافظة للأشياء التي تميزها خصوصا في فترات رمضان والأعياد تعتقدي أثناء شبابك أو طفولتك إيش الأشياء التي كنت تحسيها مميزة في فترات رمضان والعيد ولما انتقلت إلى مثلا حافة ثانية أو محافظة ثانية حسيت أنه لا هذا اللي كان يميز منطقتي طبعا هي تكاد تكون نفس العادات والتقاليد في كل المحافظات يعني مثلا في رمضان هي نفس الشربة والشفوت والسنبوسة والباقية على ذكر الباقية في صنعاء وهذه المحافظات حقهم الباقية غير حق الباقية حق صحاب عدن طبعا لأنه الموضوع مرتبط بالزراعة يعني قد لا تكون في عدن تزرع مثلا بعض الأشياء ولكن التأثر في موضوع مثلا نحن في عدن أغلب المواد الزراعية تأتي من لحق بحسب البيئة التي تزرع هذه الأشياء وأيضا المواد التي تأتي أيضا من الهند يعني بيئتنا وأيضا من أفريقيا فبيئة العدنية مرتبطة بالبيئة المحيطة الداخلية والخارقية فتلاقي أنه مثلا مثلا اللحوح ببعض الحبوب الدراء الحاجات المرتبطة بالزراعة وتكاد تكون متقاربة مع المناطق الأخرى وأيضا التقارب الآن التكنولوجي وكذا سهل أشبحت أنه فيه نوع من الاندماج يعني مثلا السمبوسة قد لا تكون معروفة في صنعالك الآن صارت معروفة صحيح وأشياء قد لا تكون معروفة في عدن الآن صارت معروفة صحيح على ذكرى الموضوع الهند اللي ذكرتي نلاحظ أنه فيه ارتباط وثيق ما بين عدن وما بين مثلا الأكلات الهندية البهارات الهندية في عدن حتى مسميات بعد بعض الأسر اللي ترقع أصوله للهند من زمان كثير وهم من مواطنين عدن الأصليين إيش سر هذا الارتباط هل هو متعلق بالتقارة زمان أو إيش كان قصب أنه التقاري وقصب أنه يتعلق عند مجيئة الإنجليز هذا معروف في التاريخ أنه عندما أنشأ الميناء وأنشأ مدينة عدن وهذا أيضا معروف في التاريخ وأني شخصيا والطلبة اللي درسنا حين في كلية التربية قامعة عدن درسنا هذا الموضوع من خلال الدكتور رحمة الله عليه سعيد عبد الخير النوبان دكتور سعيد كان وزير التربية عبد الخير النوبان هو من حضر موت ودرسنا على يده موضوع التعليم الفني الفنيين الذين نقاؤوا في الميناء والأعمال التقارية والفنية الأخرى الإنجليز قابهم من الهند لأنه لا يستطيع أن يجيب فنيين بريطانيين فقابهم إضافة للقوانب التقارية الأخرى التي ترتبط بين عدن والهند باعتبر أنه أيضا مناطق ساحلية يعني الامتداد الساحلي بين الهند والتقارية القديمة فقاء الهنود بشكل كبير جدا يقدموا هذه الخدمات وحصل التمازق الحضاري والتزاوق بين الناس إضافة لهذا الواحد لا ينسى أيضا أنه فيه هجرات قديمة من اليمن مختلف مقالته خاصة في المناطق القنوبية إلى الهند الهجرات قديمة وحتى ما أعرف أنه كثير من الناس من حضر موت ومن يافع هجرات قديمة في الهند وهذا ما عزز ولكن بقاء كثير من العمال الفنيين الهنود أثر في هذا القانب أيضا نضاف القانب التقاري القانب البنوك المطابع أنا شخصيا عندي تقربة عندما أسسنا مقلة نساء اليمن وكان في قوانب فنية يعني نفهمها في الطباعة في القوانب هذه الفنية الأخرى فكانت حين الطباعة في طباعة المقلات والقهارات كانت طباعة بدائية بمعنى أنه يكون في صف يدوي للحروف يعني كلمة مثلا جميل يجمع الحرف الجيم الميم الياء اللم يدويا ومن ثم عندما تنتهي تركيبة القمال يفككها ويضع كل حرف في محله هذه مهارات فنية لا يستطيع أن يفهم الشخص إلا الذي تتلمد على هذا العمل كان كثير من هؤلاء العمال الفنيين هم العمال الهنود لأنه يتلكون نحي الفنية الدقيقة في العمل وأيضا ارتبط من كثير من العمال اليمنين فيما بعد وخاصة من تعز واللحق في هذه الأعمال وهذا بقى العلاقة في مقود العمال الهنود والمعروف أنه مثلا في مصلحة مينا عدن في قوانب فنية مثلا في إصلاح القواطر الصلاح السفن القوانب الفني هذه كلها كان يشتغل فيها القيل الأول من العمال الهنود الذي استقدمهم الإنجليز وأيضا تتلمد فيما بعد على أيديهم العمال اليمنيين فمن هنا قاءت العلاقة وأيضا بقوا وبقت هذه العلاقات لكن مع الأسف البعض ينظر إلى هذا الموضع بطريقة عنصرية وهذه شيء غير مستحص صحيح طبعا أستاذ نور أنت تقريبا الثانية ما بين ستة إخوات وأنت تقريبا الثانية ما بين ستة بنات وأولاد أخوان يعني يمكن ما قلستوش مع بعض فترة طويلة بس علاقتكم مستمرة مع بعض كلمينوا شوي عن صفة الأخت الكبيرة أو الأخت الثانية في الترتيب في حاطتها بأخوانها أو علاقتها بأخوانها كيف كان أنت نعبشت التاريخ كمان والأسري طبعا يمكن أن نعتبر الأخت الكبيرة من البنات وأيضا في فوارق في العمر بيننا وبين الأخوان الأولاد ولكن علاقتنا بعض قوية بصرف نظر عن التوزع المناطقي لكن العلاقة قوية فيما بيننا وما زالت هذه العلاقات قوية بيننا نحن كأخوة بين موجودين هم الأولاد والله نحن موزعين مثلا أنا في صنعة أخوة الآخرين في عدن الآخرين في السعودية في مصر لكن صلة القرابة كأخوة وأيضا أعمام لدينا وأهل وأخوان يعني تعزز العلاقة بشكل كبير ولدينا تواصل كبير في كثير من المناسبات وأيضا التزاوك بين أبنائنا وهذا شيء مهم جدا يعني يحسب له بشكل إيقابي إن شاء الله ربنا يديكم البعض على طول لما كان في عمارة قديدة تبتني وأكواد الناس والرمل مليانة أمام العمارة كنتوا على طول تشمروا سواعدكم عشان تلعبوا بالنيل أيوه إيش كان موقف القدو عمر بلقون وخالاتك لما تدخلوا إنتي وبنت خالاتك أو عيال خالاتك وإنتوا مليانين ترابة؟ طبعا حركة البنات في عدن في الحوافي كانت بشكل كبير جدا أتيتيم كان شيء يعني لا مفر فإن الأطفال أولاد وبنات وما كانت شيء عندنا نعمل التمييز أبدا كنا نلعب كأخوك وزملاء بالنيس هذا واللي يكبكبوا واللي يقيبوا المي واللي يطافشوا فكان شيء كبير جدا طبعا نحن نطلع الدرج ونحن خايفين طبعا ندخل ثانيا للحمافات يتغسل وصادح في أنه في عدن الحر هذا يساعدها لأنه واحد يدخل يعني يفتسل ويخلص من النيس هذا وكان شيء يعني طبيعي أنه في عدن البناء والنيس هذا موجود والكري والنيس الحبات الكري الصغار كانت في مختلف الأنواع طبعا القيران بعضهم يجيسوهم لأنه يعني يعني نبعتروا فطبعا كانوا يعني يعتبروهم برضو أبناءهم كده فيعني نحن أيضا نلعب نحرص أيضا على اللعب بطريقة مهدبة قدره كان خلصتي الثانوية وانتقلتي إلى المقالة القامعي واخترتي تخصص الآداب الإنجليزي هل كان تخصصك يعني اختيارك للتخصص نابع من رغبة أو من مواقف أو أحداث سابقة أو كيف اخترتيه لا التخصص كان من رغبة لأنني كنت حينها هذه الدرسة كان في عام 85 كنت حينها مسؤولة العلاقات الخارجية في التحادس اليمان وكان يطلب مني أني رفع من مستويه في اللغة الإنجليزية إضافة لما عندي أيضا من مستويه لأنه كان الاحتكاك باللغة الإنجليزية يعني علينا أن نرفع مستويه كان موضوع اللغة الإنجليزية حتى الواحد في مستوى الثانوية ولأن نحن كانت عندنا البقرة والخلفية عندنا باللغة الإنجليزية قوية وأيضا القاموس موجود فكنا ما نشعرش بالصعوبة كنا نقرأ ونترجم كانت تأتي الرسالة بالإنجليزية فكان هذا شيء جزء من البروفايل نكمل أني يعني البروفايل حقي أنه أدرس اللغة الإنجليزية وكانت فرصة اللغة الإنجليزية كلغة وكأدب جميل جدا يعني الواحد في فتر الدراسة يطلع على ثقافات من يتكلمون باللغة الإنجليزية سواء الإنجليز ومستوى النطق باللغة الإنجليزية مثلا عند الآيريش الإيرلنديين واختلاف نطق اللغة مثلا عند المتحدثين باللغة الإنجليزية بالنسبة للهنود وأتذكر قصة مهمة جدا هي الكاتب الإنجليزي جي أم فورست الدهاب إلى الهند تقريبا باسشتو انديا الدهاب والمرور إلى الهند فكانت القصة التي تحكي أنه بصرفنا مع الاهتمام باللغة والثقافات ولكن تظل الثقافة كل واحد يحتفظ بثقافة بصرف النظر عن الاحتكاك والتمازق الحضاري ولكن كانت سواء النزعة الهندية أنه نحب لغتنا الإنجليزية وحتى شرب الشاهي بالطريقة الهندية أو بالطريقة الإنجليزية ولكن تظل الثقافة كما هي لكل بلد وكل ثقافة فهذه قز منها أيضا عندما درسنا اللغة الإنجليزية لم ندرسها فقط كلغة ولكن كانت في شيء مهمة جدا أنه مدرسينا أيضا أحاطونا الكثير من المصطلحات التي أيضا كانت موجودة في القرآن الكريم كمصطلحات عربية أو مأخوذة من لغات أخرى ومقارناتها فكنا داخلين في أشياء يعني ليست بسيطة هذين كانوا كلهم درسين يعني يمنيين لم يكنوا من الخارق ولم يكنوا بمستويات بعضهم مثلا ثقافية متقدمة ولكن كانت عندهم الثقافة يعني الاكتهاد فشيء مهم جدا كان أتذكر الأستاذ سالم عبد العزيز مدرس بسيط ولكن المحتوى الثقافي الذي كان يقدمه لنا كنا يعني نركز كثير على الاستماع لهم أحد المدرسين الهنود كان هو رئيس قسم اللغة الإنجليزية الدكتور بالا كان بعدها تقريبا ذهب إلى الحديدة فكان يعني على عكس بعض المدرسين حقنا اليمنين كانوا شديدين فكانوا قلونا احنا لا تدخلوا بالدور والدقوش الباب والذي يدخلوا يدخلوا بالهدوء فكانوا حتى الطلبة المشاغبين يشعروا بالاحترام حتى لو يتأخروا يدخلوا ما يقول لهم ليش دخلتوا ولا شيء فكان الصف حدوء جدا ونحن نستمع إلى محاضراته وكان يعني نشعره ان الاحترام بيفرض علينا بيحترام وفيه المدرسين كان لو تأخر طالب يقول له ليش دخلت أخرك فكان هنا المقرب في شيء مهم جدا أنه مثلا هذه المدرسين نحن تعلمنا كثير من الهنود البساطة يعني ذهب هذا الدكتور بالا وقالنا أنه طبعا في حاجة تعلق باللغوبيات أنه يذهب إلى البقالة يقول له إيش اسمها هذه الكلمة هو يسجي لها يكتبها بالطريقة الإنجليزية والطريقة الهندية بحاجة أنه نعرف أساليب النطق يعني نحن الآن في اختلاف عندنا في النطق من منطقة الأخرى وهذه كانت مهمة جدا في اللغة الإنجليزية فاستفدنا كيف البساطة كيف المدرسين يستطيعون أن يغنوا ثقافتهم ودراستهم العليا بشكل بسيط جدا فاستفدتني كثير جدا من هذه الأشياء وإيضا كيف يرسوه حتى على الورق نحن الآن نلعب بالورق ولا نستفيد ونعيش في ظروف مادية صعبة في الخارق في المجتمعات الأوروبية يأخذون في الطباعة بنت 12 نحن عندنا يأخذ 14 نأخذ 16 نأخذ الفراغات ولا نشعر بالتكلفة ولا نشعر أيضا بمشاكل تتعلق بالريسايكل بالتدوير أنه نحن نتلف أبراء كثيرة نحن الآن لا نستفيد كثير من ثقافات الشعوب التي لديها خبرات وتقارض صحيح سيدة نور متى بدأت علاقتك بالاتحاد أنا كما شرحت في البداية في عام 1974 انعقد المؤتمر العام الأول للاتحاد نساء اليمن في سيئول فمن تلك الفترة ارتبطت العلاقة واستفدت كثير بهذه الفترة إلى الثمانينة كم كان عمريك أول ما التحقتي معهم تقريبا؟ تقريبا 22 سنة وبالعكس أنا أعتقد أن هذه الفترة هي عزة العطاء ربما في الوقت الحاضر لوحد فكر موضوع دراسة ولكن التقربة والمحك وضعنا حين وعدد كبير من زميلاتي في العمل النسائي اشتغلنا في تلك الفترة وبدلنا قهود ووصلنا سيدا نور ما شاء الله كان لك مقالات كثيرة اللي دخلتي وبرزتي فيها بشكل ملحوظ سواء باتحاد نساء اليمن أو مكافحة الفساد شؤون الاجتماعية الثقافة الثقافة السياحة كل هذه الأشياء اللي مرت عليك في الحسيتي أنه أنا وقدت نفسي أكثر الإذاعة كان لك أيضا تقربة في الجانب الإعلامي تقريبا استنادا إلى وضع خالك كلمينه متى بدأ متى بدأ شغفك للإذاعة وإيش كانت بداياتك فيها طبعا الشغف الإعلامي والإذاعي كان مبكر بدءا ببرامج الأطفال نحن كنا هنا في مرحلة الطفولة كنا نشترك ببرامج الأطفال في الأعمال الإذاعية والتمثيلية والغنائية ومن ثم كان فيه عندنا نعمل التقبل للميكروفون وعدم التهيب وهذا ساعد أيضا عندما اشتغلت في الإذاعة وفي نفس الفترة كنت اشتغل وارتبطت بالعمل النسائي كانت فينك دورات وكانت لقانب المصري يعني يحضروا كمعدين كناس خبراء يقدمون حنعمل التدريب بحيث أن نعرف كيف ننطق فين نتوقف نوعية الكاميرا نوعية الميكروفون التفاحة مش عارف إيش الميكروفون يكون نستاند فكل هذه المكتبة وكانوا في عند الناس مخضرمين في العمل الإعلامي في مختلف المقالات فما زالت تتذكر يعني ما في المكتبة المكتبة إذاعة عدن من تسجيلات صوتية مختلفة ومن شخصيات إعلامية كبيرة يعني أشعر أنها كانت كنساء بدءا كنساء وكرقال فكنا نستبيد كصياغات إخبارية أيضا كنا يعني لا نحتكر أو لا نعتقد فقط في التقديم لا يجب أن أيضا أشوف كيف عند الصياغة أيضا عمل النسائي في التحديد ساعدني كيف أصيغ فكانت السهولة جدا عندي حتى أني هذه استفتت منها في الخارج أني كنت أحضر كتير مؤتمرات وكنت أشوف أنه في صعوبات بعض الأحيان يعني لا يستطيع أن يعدوا المادة الخبرية فكنت أساعدهم في هذا ونحنا رغم أني كنت أحضروا مؤتمرات بشكل وخاصة قضايا الصراع العربي الإسرائيلي ودول الصمود التصدي فكانت هذه الأشياء تفيدني كثير أنه يعني نقدم أفسنا كخبرات سواء في الاجتماعات هذه السياسية أو أيضا في اجتماعات لقنة المرأة العربية في القامة العربية يعني يقول الحمد لله يعني أستفت كثير وحضرت أشياء كثيرة ويعني ساعدتني كثير خبراتي في اللغة العربية وأيضا في اللغة الإنجليزية ووصلت أيضا يعني حينها كان شيء مهم جدا انتفاقيت الصيدة وقاءت إزالة التمييز للبرأة إزالة التمييز هذه كانت مهمة جدا أيضا حينها الحكومة في عدن والخارقية كانت تحرص لنا تعطينا هذه الأمور لنا نحن نبث فيها وكنا نحن في الاتحاد نوت البلد ونقدم مقهات النظر ولأنه أيضا اكتبنا خبرات صحيح وكنا يعني مشقوا المبالغة نحن كنا أيضا قد المسؤولية صحيح ما شاء الله عليكم ثقافة وكان في اهتمام تعليم مستوى تعليم ممتاز مرتفع وفي فرص الفرص الفرص مش فقط الفرص بس أيضا كمان نحن يعني ربما أنا مثلا كنت في قيل لكن أيضا استعنا بشخصيات قد لا يتسع المقال لأذكرها من كنا أكبر من ناسنا كانوا كتربويات كان عندهم خبرات كان عندهم ثقافة أيضا استفدنا سواء في العمل وسواء في القوانب بالتنظيم لأننا نمر في قانب تنظيمة قد لا يدركها البعض مثلا انتخابات ما انتخابات كيف نرشع فلانا كيف ندخل علانا كيف نحطها في الشؤون في القانب الثقافي كان في عندنا قضية مهمة قدنا لقضايا الاجتماعية كانوا يشتكوا للاتحاد اللي يشتكي من زوجته واللي يشتكي من زوجها فكانت النساء وخاصة النساء اللي لديهم خبرات يعني مجتمعية كنا يعني قموا بحل هذه المشاكل ولا ننسى انه كانت فيه موضوع شيء مهم قد نقال الأسرة فكنا يعني نعمل على حل المشاكل ومن خلال النساء اللواتي كسبنا خبرات ومهارات في حل هذه المشاكل جميل ما بين كل هذه ما شاء الله المحطات البارزة اللي لها أثر كبير في حياة الأستاذة نور أي محطة تحسي انه هذه لها في قلبي مكان خاص في أي محطة من محطاتك العملية اللي التحقتي فيها والله مقالات كثيرة لكن شعور انه في محطة مهمة جدا اللي هي ما زالت معاناة المرأة يعني للأسف الشديد استمرار الخلافات والصراعات السياسية والاجتماعية في المجتمعات والتعددية السياسية لم تستبعب بعد قدرات المرأة وهذا ما يحز في نفسي ومش علشان فقط المرأة لا علشان البلد البلد عندما لا تستفيد من كادرها النسائي وأيضا من كادرها الرجالي يعني العمل هذا ما يحز في نفسي انه العمل السياسي والتعددية السياسية والأحزاب كلها صارت فقط امتصاص للوقت وامتصاص المصالح لم نستفيد بعد من التعددية السياسية وبدليل أنه كل الأحزاب تفتح مقرات واني اشتقل هذا للأمانة والتاريخ وعن تقربة لكنها هذه الأحزاب لم تفتح مقراتها لتحرير الرجال من الأمية لتحرير المجتمع من مضغ القاتل يعني للأمانة عند المقارنة أنه هذه الجمعية النسائية تعمل على تحرير النساء من الأمية على تعليمهم من الخياطة أو التطريز أو أي مهارات أو مشاريع تدر دخل الرجال محرومين من هذا هذا ظلم الحزب هذا لا يفتح مقر لمحو أمية الرجال لا يعلمهم مهارات لا يوفر لهم فرص عمل أو مشاريع صغيرة ولهذا نحن نعيش هذه المعاناة التي معني ما زالت ونشعر بحالة الفقر والظلم لهذا وما الحالة الاحتكار لمناصب السياسية إلا نمودك وأيضاً في شيء مهم جداً أتمنى أنه من يستمع لي أنه الكوادر تهرب من البلد ليش أنه لا يتم الاستفادة منها ولا يتم هذا الشيء اللي إلمني أنه ما فيش استفادة منها ولا الشباب من التأهيل وبالتالي من التوظيف والتدرق في الوظائف والتدرق في الترقي ولهذا نحن نعيش دوامة مجتمرة من التهميش والإهمال ودواليك إن شاء الله القادم يكون أفضل بأي شكل وبأي صورة وأكيد مدام في خبرات زي حضرتك إن شاء الله أكيد بتثري الأجيال القادمة بيكون لك إن شاء الله يعني دور في تقويم على الأقل السلوكيات بتساعد المرأة كمان كيف تكون هي مصاحبة للرقل مكملة للرقل في الحياة هذا صحيح لكن متى ما أدرك صانع القرار هذه الاستفادة نعم شكراً جزيلاً لك سيدة بنور سعدنا بتواقدك معنا كان لقاء شيق وحديث لا يمل بإذن الله يكون لنا لقاءات مع بعض مرة أخرى شكراً جزيلاً على هذه الاستضافة الله يعطيك العافية شكراً لك مشاهدين الكرام هذه كانت سيرتنا وذكرياتنا لهذا اليوم سيرة مليانة إصرار وعزيمة ومثابرة وقهد سيرة مليانة بتحقيق الذات نلقاكم بإذن الله في حلقة أخرى من برنامجنا إلى الملتقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة